قال الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن التنازلات المتبادلة بين الوفدين الأوكراني والروسي ستفسح المجال أمام التقدم في المفاوضات وخلال افتتاحه جلسة المفاوضات الروسية الأوكرانية حذر أردغان من أن إطالة أمد الصراع لن تكون في مصلحة أحد نسعى لوقف إطلاق النار وخفض تصعيد لسيما في البحر الأسود نعلم أن استمرار الأزمان ليس في مصلحة أحد أعضاء الوفدين يتحملون مسؤولية كبيرة من المؤكد أن التنازلات المتبادلة بين الطرفين ستفسح المجال أمام المرحلة الثانية من المفاوضات والاتصال المباشر بين رئيسي أوكرانيا وروسيا لتحقيق السلام ونحن مستعدون لاستضافة لقاء بينهما